أغلقت البطالة في وجه الدكتورة سراب كل المنافذ وتحول حلومها في الحصول على عمل إلى سراب 11 عاما مرت وهي تنتظر الفرج لكن يبدو أنه ما زال بعيد المنال أكثر من نص عمري قضيته بدراسة بالآخر بدون مردود مادي وبدون عمل عن جد كارثة بتمنى لما دخلت الجامعة أنه بدي خلص من هون تاني يوم ألاقي وظيفتي بتفاجأ أنه أنا ما عندي وظيفة أنا لسه بدي أحصل على التدريب والتدريب هذا بدي صاحب العمل يقبل لي أتدرب هذه المشكلة عن بواجهوها المهندسين أنه ما بيلاقي حدا يتدرب عنده أصلا وإذا لقى بشترط عليه أنه أنا بدون راتب بدي أدربك هذا مش قانوني وإذا لقى شغل ما بيسجله بالضمان الاجتماعي نسبة المهندسين في الأردن هي من بين الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان حيث بلغت مهندسا واحدا لكل خمسين مواطنا وفق نقابة المهندسين التي تضم مائة وخمسة وسبعين ألف مهندس والسبب الرئيس يرجع إلى ثقافة المجتمع أسر تحب أن تتباهى بأبنائها من الأطباء والمهندسين أنا الأوان لأن تكون لدينا نظرة أخرى أمام هذه البطالة التي يعاني منها المهندسون وحتى الأطباء أيضا بالتوجه نحو الإقصاد الحقيقي الإقصاد الحقيقي الذي نعلم به الصناعة والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات جيش من المهندسين عاطل من العمل قوامه خمسون ألف مهندس بنسبة بلغت عشرين في المائة وهي الأعلى في الأردن أما معدلات البطالة فارتفعت إلى نحو خمسة وعشرين في المائة في الربع الأخير من عام ألفين وعشرين ما بين العرض والطلب برزت فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الهندسي ومتطلبات سوق العمل ترتفع البطالة بالطراض وتهبط معها طموحات المهندسين إلى أدنى حد لتصبح الشهادة الجامعية مجرد حبر على ورق لنا شيهين عمان أعلى ميدين ترجمة نانسي قنقر